أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون ليكون نور وحديثنا في هذه الحلقة من يقدر أن يغفر الخطايا وطبعا الاستنتاج أنه فقط الله وشفنا أنه يسوع يغفر الخطايا فإذن يسوع هو الله هذا ليس تجديف على فكرة ولا أنه مجرد المسيح إنسان وإحنا ألا هنا لا أوعك تفكر أن المسيحي جماعة من الجهلة ولا الكفار لا 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 المسيحي لما بيقرأ الكتاب المقدس وبعدين يعجب في طهارة ونقاوة يسوع المسيح يعجب في كمال المسيح فهذا الغفران مؤسس أولا على كمال المسيح مكتوبه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فلازم يكون شخص كامل يقدم نفسه حتى يستطيع أنه يغفر الخطية كما كتب الرسول يحن مكتوب يا أولادي أكتب هذا إليكم لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلا نشفيع عند الآب يسوع المسيح لاحظ الكلمات البار البار يسوع المسيح البار وهو كفار لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لكل خطايا العالم الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه فهذا أحبائي مبني على كمال المسيح المطلق الكامل وعلى ذبيحة المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم فأي شيء حتى تكتمل الصفات الإلهية والعدالة الإلهية لازم يكون في دفع ثمن للخطية لأن أحبائي مكتوب أجرة الخطية هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية وطبعا مثل ما قال في سفر الجامعة ليس إنسان صديق ولا يخطئ إذ الجميع أخطئوا يقول الكتاب وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يقول النبي داود ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي يقول النبي من البطن سميت عاصيا يقول الرب هل أمنا تحاجج يقول الرب إن كانت خطياكم كالقرم استبيت كالثلج وإن كانت حمراء كالدودة تصير كالصوف فإذن الله بيدعو يعني للمحاورة مين اللي ممكن يغفر الشخص والذي ينبغي أن يكون كامل وإنسان كامل يرضي العدالة الإلهية ويوفي المطالب الإلهية من ناحية تانية يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية موسيقى